إلى أبو ظاب يوم الاثنين القادم قائمة الأهلي ضمت 12 لعب من اللعبة الأساسية اللي بيشاركوا مع الأهلي في الدوري والبطولات الإفريقية نبدأ بالقائمة قدامكم على الشاشة علي لطف في حراسة المرمى مصطفى شبير وحمز علاء محمود وحيد محمد أشرف محمد خليفة نصير محمد مغربي ياسر إبراهيم ومحمد هاني وكريم فؤاد طاهر محمد طاهر ورامي ربيعة وعحمد أشرف محمد فخري ومحمد مجدي أفشا ولويس ميكسوني أحمد عبدالقادر وحسين الشحات وليد سليمان زيادة طارق أحمد سيد غريب ومحمد ياسر وبرسي تاو كلكم طبعا على الدور في القائمة على اسم عمار حمدي يمكن عمار حمدي تعرض كده لكدمة شوية في القدمة قوية في الرجبة ففضل الجهاز الفاني أنه هو يريحه ما يكونش معاه في مباراة سموحة بكرة لكن إن شاء الله هيتم تحضيره وتجهيزه في الفترة القادمة على أمل إن شاء الله اللحاق بالمباراة الأخيرة في كأس الربطة يوم 30 ثم السفر إن شاء الله يوم الاتنين اللي جاي إلى أبو ظبي استعدادة لخود أولى المباراة أمام منتري المكسيكي يوم 5 فبراير بإذن الله ساعة 6 ونص بتوقيت القاهرة طيب بيت سمو سيماني النهاردة عمل محاضرة فنية والمحاضرة كانت بتتكلم على أهمية الاستعداد لمباراة سموحة والكلام كمان كان بيتطرق على فكرة التحضير بقى بشكل جد جدا في المباراتين القادمتين لكأس العالم للأندية موسيماني تحدث مع اللعيب النهاردة عن بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة بالاستعداد لمواجهة سموحة في طر منافسات الجولة الرابعة لبطولة كأس الربطة وبالمناسبة مباراة الأهل واسموحة كانت هتتلعب على استاد الأسكندرية تم نقلها إلى استاد برج العرب بسبب طبعا الأحوال الجوية وظروف الطقس في الأسكندرية وكنا نشاهدين الجو في مصر خلال الساعات الأخيرة عامل إزاي جو ساعة جدا لكن ككورة جو أوروبي جو ممتع ممكن تشوف فيه كورة جيدة وإن شاء الله نتفرج على مباراة كبيلة للأهل بكرة أمام سموحة الساعة 5 ونطمئن على كل اللعيبة الدولية إن شاء الله حسين الشحاة الطاهر محمد طاهر رامو ربيع وياسر إبراهيم اللي ممكن هم اللي يكونوا في التشكيلة الأساسية أمام منتري فؤولة المباراة النهاردة كان فيه تدريبات بدنية استعدادة لمباراة سموحة والتدريبات تحت قيادة كابيلو مدرب الأحمال وكان فيه النهاردة إجراءات احترازية مشددة طبعا بتحصل جوه جهاز الكورة في النادي الآلي في الفترة الحالية استعدادا طبعا لمسحة الصفر خدوا بالكم والأهل المسافر إن شاء الله يوم الاثنين ففيه مسحة طبية تتعامل يوم السبت وديه مسحة الخاصة بالصفر إلى كأس العالم الأندية في أبو ظبي ففيه تشديد على الإجراءات الاحترازية خلال الساعات الأخيرة خوفا طبعا لقدر الله من إصابة أي لعب بفيروس كورونا لأن وقتها للأسف طبعا هيكون خارج مباريات البطولة إذا أي لعب لقدر الله تعرض للإصابة بفيروس كورونا لذلك فيه تطبيق صارم جدا على الإجراءات الاحترازية وعمليات التعقيم مستمرة دايما إلى جانب المساحات اللي بيغض عليها الجهاز الفن والطب واللعيبة وكافة منظومة الكرة في النادي كل يوم قبل التمرين كل يوم بتتعامل مسحة ورابط تست لللعيبة عشان نطمئن على الحالة الصحية ومدى جهزية اللعابين للفترة الجاية ومن أجل الحفاظ على الجميع قبل المشاركة في كأس العالم للأندي طيب النهاردة كان فيه تدريبات متنوعة لسراسي حراس المرمى طبعا السراسي علي لطفي ومصطفى شبير وحمز علاء خاضوا تدريبات النهاردة في ملعب التتش تحت قيادة ميشيل ينقن مدرب الحراس وبالتأكيد هيتم الاستعانة بقى بنسبة كبيرة جدا بعالي لطفي في حراسة المرمى في مباراة الغدى أمام سموحها خاصة أن يعني إن شاء الله ربنا يكرم منتخبنا ويكمل في كأس أمم إفريقيا إذا المنتخب إن شاء الله يكمل كسب النهاردة كوديفوار وعدى المغرب يوم الحد اللي جاي طبعا عايب أمن الصعوبة في الإمكان إن محمد الشناوي يلحق المباراة الأولى أمام منتريه يوم 5 فبراير لأن النهاردة إن شاء الله تكسب هتلعب اللي حد اللي جاي مع المغرب في دوري التمانية ربنا يكرمنا ومنتخب مصري يكمل في البطولة سواء أنت طبعا توصلت سيمي فاينال خلاص 3 فبراير الناس هتقولي ما هو 3 فبراير سيمي فاينال ولسه المباراة الأهلي 5 فبراير لا 3 فبراير نصف النهائي بس سواء كسبت أو خسرت أنت لسه عندك مطش يوم 6 فبراير فالحد الفاصل من فكرة مشاركة الدوليين مع الأهلي أو عدم مشاركتهم هتتحدد النهاردة إن شاء الله لما نكسب ويوم الحد أمام المغرب كل التوفيق المنتخبنا يا رب يوصل لآخر يوم في البطولة ويرجع بالكاس لكن احنا نتكلم على الوضع الفني والوضع الإجراء الخاص به ترتيبات الصفر إلى كأس العالم للأندية فبالتالي هيتم الاستعانة بعالي لطف النهاردة وفي مباراة الأخيرة إن شاء الله قبل الصفر يوم الاتنين اللي جاي دي كانت أبرز الأخبار الخاصة بأخبار الأهلي وكل ما هو جديد خاص بالأهلي في السوشيال ميديا أو تدريب النهاردة قبل الصفر إلى الأسكندرية وخوض مباراة الغد أمام سموحة الساعة الخامسة عصرة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف تريند الأهلي وأبرز الأخبار المكتوبة برضو على السوشيال ميديا اشتركوا في القناة